اشتركوا في القناة اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن المبعوث الاممي الى اليمن سمع الولدى الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر وفي لقاص تعرض فخامته جملة التحولات التي تشهدها البلاد على مختلف المستويات وتجربة الحوار الوطني الذي شاركت فيه مختلف اطياف المجتمع من احزاب وقوى سياسية ومرأة وشباب وذوي احتياجات خاصة ومنظمات المجتمع المدني بدعم ورعاية من الامم المتحدة والمجتمع الدولي وافرزت مخرجات وقعية معبرة عن التعاون والشراكة المثمرة بين ابناء الشعب وشرعياته دستورية وتعاون المجتمع الدولي الذي يتطلع اليه اليمنيون الى استمراره باعتباره عزز دور المبعوث الاممي المستند على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتوافق الشعب اليمني عبر مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ استحقاقات المبادرة الخليجية واليت التنفيذية المزمنة ووضع رئيس الجمهورية امام المبعوث الاممي صورة مجازة تذكيرا وتأكيدا على رغبة الشعب اليمني وشرعياته الدستورية في تحقيق السلام وارساء معالمه عبر مواقفهم الواضحة وتجاوبهم الدائم على اسس ومنطلقات السلام المرتكزة على القرارات الاممية وفي مقدمتها القرار اثنين وعشرين واثنين وعشرين ستة عشر والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الصالح اجرى اتصالين هاتفيين بكل من رئيس هيئة الاركان العامة لواركن محمد علي المقدشي وقائد المنطقة العسكرية السابع لواركن اسماعيل زحزوح لاطلاع على المستجدات الميدانية في مدرية نهم بمحافظة الصنعاء واشهد نائب رئيس بالانتصارات التي احرزها ابطال الجيش والمقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيات الانقلابية وما يسطرونه من ملاحمة تاريخية مؤكدا تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائدة على القوات المسلحة لهذه التضحيات والبطولات التي يسطرها الابطال في الميادين في سبيل السعادة الشرعية ودحر الانقلاب التقى رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن التقى عددا من الواجهات الاجتماعية من ابناء محافظة اب يتقدمهم محمد محمد الجمال وخلال اللقاء قال رئيس الوزراء ان اب ستظل بتاريخها الحافل ضد اعداء الوطن والوحدة فقد واجهت بكل الشموخ وعزة الامامة وانتصرت للثورة والجمهورية وسوف تنتصر اليوم لمشروع الدولة الاتحادية الذي اتفق عليه كل اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني وخلال اللقاء تعرض وجهاء وعيان المحافظة المعاناة التي تعيشها اب في ظل سيطرة الميليشيات الانقلابية على بعض مناطقها وصمود وتضحيات ابناء اب ضد الميليشيات تمكنت وحدات الجيش من تحرير مواقع جديدة في مدرية نهم بمحافظة صنعاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوث والصالح انقلابية وكذا مصدر عسكري للمركز الاعلامي القوات المسلحة نبطل الجيش حرروا جبل النحش بالكامل وتنفذ وحدات عسكرية عملية تمشيطا لما تبقى من الميليشيا في جبل حلبان وتتقدم باتجاه منطقة الحول وقرية ضبوعة كما حرر الجيش وجبل رشح وتبتي التوجيه والجروف والمناطق المحيطة بها فيما فرت الميليشيا من المواقع وتركت اسلحتها المتوسطة والخفيفة قال مصدر عسكري ان وحدات من الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوث والصالح في منطقة عكدة تصوفا وبير بهجر بكحلان غرب مدرية بيحان واكد المصدر ان المعاركة مستمرة مسنودة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف التي استهدفت تجمعات لميليشيات الحوث والصالح ودمرت اعتاد عسكري لهم وكانت قوات الجيش والمقاومة الشعبية قد اطلقت الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مواقع تحت سيطرة الميليشيات بمحافظة شبوة اصيبت طفلة برصاص قناصات ميليشيا الحوث والصالح الانقلابية في مدرية الزاهر الحميقان بمحافظة البيضاء وقالت مصادر محلية ان الطفلة ام الخير علي احمد ظفر تبلغ من العمر ثماني سنوات اصيبت برصاص قناصة من ميليشيات الحوث يتمركزون في منطقة حيض الضرورة اثناء مرورها في قريتها الى ذلك قتل ارباحة واصيب اثنان مسلحين من ميليشيات الحوث الانقلابية في عملية نوعية للمقاومة الشعبية في مدرية ديناعم وقال الناطق الرسمين المقاومة ديناعم محمد العمري ان الرجال المقاومة نفذوا عملية اقتحام استهدفت مواقع الميليشيا في منطقة الشعب ناصر وتمكنوا من قتل اربعة مسلحين واصابة اثنين انتهى مجرس الانباء دمتم بخير الى اللقاء اشتركوا في القناة